موسيقى أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي زيدان خلف إرسال دفعة جديدة من المواد الإغاثية إلى غزة وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي إن لجنة جمع التبرعات للشعب الفلسطيني أرسلت الدفعة السابعة من المواد الإغاثية والغذائية والطبية إلى قطاع غزة لافتا إلى أن مجموعة المواد الإغاثية والطبية المرسلة بلغ نحو 90 طنة فضلا عن 10 ملايين لتر من الوقود من ميناء خور الزبير في البصرة وأضاف أن عملية إرسال وجبات الإغاثة لشعب الفلسطيني ستستمر عبر الجسر الجوي ما بين العراقي ومصر وبالتنسيق مع سلطة المصرية تمهيدا لإرسال المواد عبر معبر رفح ترجمة نانسي قنقر